احنا كده اتكلمنا لغاية الانجيوغرافي وقلنا فيه ان انا بعمله لو الامونت بتاعة البلد بتاعي اكتر من مص ميلي وبعمل سيركوليشن لضاي جوة البلد بيسلس وبتتصور بحاجة زي فبيتكبين لي المكان اللي حصل فيه الليجن او البليدنج فيه سيتيوشنز تانية ممكن ان انا استخدم فيها الانجيوغرافي غير ان انا اعمل ديادنوزز ايه هو لو انا هستخدم حاجة سيرابي ليه بليدنج اسمها انكوليزيشن بمعنى ان انا هحقن حاجة تعمل زي سمول سرومبوس في البلد بيسل عشان توقف البليدنج يبقى لازم ان انا اعرف مكان البلد بيسل اللي بيعمل بليدنج بالتفصيل وايه الحاجة اللي هي اتعرفني المكان اللي بيحصل بليدنج بالتفصيل ده هو الانجيوغرافي ابيعمله قبل الحالات اللي فيها دخل زميلكم على الشي كلهم ايه هي الحالات لغاية دلوقتي في حاجتين لو انا بعمل ديارنوزيس ليه جي اي تي بليدنج اكتر من نصف ملي او بعمل سيرابي بيمبولايزيشن او بعمل حاجة برضو للتريتمنت بتاعة البليدنج اسمها هيموكوليكتومي دي سيروجيري بتبقى اخر اتشويس غالبا لو انا مش قادرة اتحكم في البليدنج بابتدي ان انا اوقف البليدنج ده هوت عن طريق ان انا اشيل الحتة اللي حصل فيها البليدنج طيب بعد كده هوت بقدر ان انا اقول ان انا ممكن ان انا استخدم حاجة تانية للتريتمنت وهي عبارة عن اعمل انجيكشن للسبستنس اسمها الفازوبرسين الفازوبرسين ده احنا اعرف لما ناخد في الاندوكراين اللي هو الانتديروتك هرمون اللي هو بيبقى سيكريتد نورمالي من جوة البتيوتري جلانت عشان يتحكم فيه كمية اليورين اللي المفروض تيجي معنا فهو بيقولك الفازوبرسين ده هوت كمان فازو كونستريكتور سابستنسي يوم بتيجي على البلد فيسل وبتبتدي ان هي بتعمل ايه عند البلد فيسل بتبتدي ان هي بتقلل الصيز بتاع البلد فيسل اللي بيحصل فيه البليدنج فانا بستخدمه وبالجأ له لو العيان عنده سيفير لور جي اي تي بليدنج وفي الحالة دي بردو ممكن انا اعمل الدياغنوز بتاع الجي اي تي بليدنج اعمل انجيو قبليه خلاص؟ طيب في حاجة مع ابسكيور جي اي بليدنج اي هو الابسكيور خافي؟ حصل عند العيان جي اي بليدنج ومع ذلك انا مش قادرة احدد المكان اللي فيه جي اي تي بليدنج طيب ده مباره عن ريكورنت بلد بلد لوس بس انا مش عارفة السورس بتاعه فين بالظبط غالبا بيحصل فيه حالات تيومر وكورونزي ديزيز وقلنا كورونزي ديزيز ده هو الته اللي هو عباره عن نوع من انفلاماتري باول ديزيز او فيه وجود الانجيو ديزبليزيا فاربعين في المية من حالات الانجيو ديزبليزيا بقى البرزنتيشن بتاعها بليدنج بس مش عارفة ما كان البليدنج بالظبط فيه في الجي اي تي او العيان بتاع الابسكيور جي اي تي بليدنج ييجي بالملينة او الهيماتوكيزيا اللي احنا قلنا فريش بلود بير ريكتون او يحصل عنده حاجة اسمها فيكال اوكلت بلود تيست بوزيتب يعني ايه يعني زي ما انا قلت انا مش قادر اشوف البلود موجود في السطول بتاع العيان بس انا لما اجي افحصه علشان تحت الميكروسكوب علشان اشوف في بليدنج ولا لا يطلع بوزيتب بطرق معينة باخد عيانة من العيان وبشوف بطريقة اميونوهيستو كيميكال او اي طريقة تانية اقدر اشوف عند العيان دوت في بليدنج ولا ما فيش بليدنج مع العيان خلاص طيب بيقولك بقى لو انت اتحطيت في الموقف ده وبقى عندك عيان في جي اي تي بليدنج نازل بس انت مش حارف الصور ستاها وفين بيستا تعمل ايه للعيان عشان تعرف تعمل للعيان حاجة اسمها نيوكولر ستادز تختار نيوكولر ستادز اللي احنا قلنا عليها ان انت تاخد شوية بلاد وتحط عليهم راديو اكتف تكنيشيوم وبعدين تحقنهم في العيان وتشوفهم هينزلوا منين او تعمل ليه العيان انجيوجراف ان انت تحقنه صبغة وتصور وتشوف مكان دوت فين او ان هو انت تعمل ليه العيان بقى تدور على الحتة المستخدمية في الجي اي تي اللي هي في الاسمول انتستان تعمله انتروسكوبي سواء اللي هو بنسميه بوش انتروسكوبي او بلون اسستيت انتروسكوبي اهو البوش انتروسكوبي اللي هو اللي بيشتغل الانتروسكوب وهو شغال يبتدي يعمل بوش وبول الانتروسكوب عشان يوسع الحتة بتاعت الاسمول انتستان يروح دفعه القدام كده شوية ويروح سحبه سحبه الورى شوية عشان يشوف الحتة دي وبعدين الحتة اللي بعدها هكذا الجزء اللي بعدها البرت اللي بعدين من الانتستين يروح عمله بوش شوية ويرجع به بول شوية بالانترسكوب أو ان الانترسكوب نفسه في اخل وكده تكون في بلونة البلونة دي بتعمل ديلاتيشن وهي ماشية علشان يقدر نوسع اللوق ونشوف كويس طيب أو أنت أنا أستخدم حاجة اسمها كابسول اندسكوبية إيه كابسول اندسكوبية؟ زي كابسولة بتاعت الانتبيوتكسة بالزبط بس أكبر شوية بيبتدي العيان يبلحها دي بتبقى جواها كبيرة بعد ما بيشربها العيان بتبتدي تلف في الجي اي تي وتنزل في الجي اي تي كلها وتاخد فيلمس كده من الجي اي تي بتحتفظ بيها جواها لغاية ما تنزل مع السور بتاع العيان ابتدي أفضيها وابص فيها على الأماكن الصور اللي هي خدتها من جوا اليومان بتاع جي اي تي طبعا هي مشكلتها ان هي غالية شوية وان هي في نفس الوقت ما بتمكنيش ان انا اخد بيوبسي في نفس الوقت ان انا بدخل في الكابسولة دهية فبنبنستخدمهاش كتير وبنخليها اخر شويس انا اشتغل به اللي هي الكابسول اندوسكو طيب ناخد متهالي في حاجة عادت مننا اللي هي الفيرشوال اندوسكو ايه هو الفيرشوال اندوسكوبي ده ده اندوسكوبي بس مش حقيقي يعني هو ولا عبر اندوسكوي ولا كلونسكوبي ولا انتروسكوبي ده عبارة عن سيتين طيب لم يتمينه بقى الفيرشوال اندوسكوبي لانه هو مش زي السيتين عادي ما بيشوفش الارغانز من برة بيبص عليها من جوة من ناحية اليومان يعني انا ممكن اشوف الول بتاع الجسترينيستاينيال تراح أو ممكن أشوف الول بتاع البلد فيسل عن طريق السي تي بتكنيك معينة بيبتدوا يفضوا الجي اي تي من الكنتنسس اللي هي موجودة فيها وبعد كده هوت بيبتدوا إنهم يحقنوها هوا ويبصوا عليها عن طريق السي تي من جوة فبتبين اليوم بالظبط كإني أنا مدخل اندوسكوبي ودي طبعا بتبقى أحسن شوية لأن في ناس ما بتتحملش تعمل الاندوسكوبي وما بنعرفش نعمل لها الاندوسكوبي ولا إن احنا نديها أنسيزيا وتبتدي إن هي تتحرك تحركات غريبة تحت الاندوسكوبي ومش بنعرف نتحكم فيها فده بيكون بديل للناس اللي احنا مش عارفين نعمل لها اندوسكوبي ماشي بس طبعا مش بيكون واضح بوضوح الاندوسكوبي زي ما قلتلكم الاندوسكوبي ده الفيرس الشويس بالنسبالي في الدياجنوزز لجي اي تي بليدين طيب بعد كده هوت قلنا التريتمينت التريتمينت إن أنا بعمله للبيشنت اللي جاي اللي بقى بر جي اي تي بليدين واللي جاي اللي بيه لإستقبال خصوصا لو البيشنت بتاعي فقط لارج امانت من البلاد أول حاجة هعمله ايه هعمله فلويد ريسستيشن يعني ايه هعوض البلاد اللي العيان ده فقدوا عالطريق إن أنا أديله فلويد ثواء بقى اديتله نورمال سلايم بسرعة أو رينجر الفرق بين الرينجر لكتيته وبين السلايم إن السلايم دوت معظمه إنه إي سي قل لكن الرينجر رتيت داخل معي البوتاسيا وداخل معي الكالسيا وحاجات تانية كتير أو إن أنا اديت بلد روسفيونجن للعيان لو متاح إن أنا أعمله على طول بروس ماتشنج واعرف البلد جهوب بتاعه ممكن أن أنا أديله البلد ده لو فقد كمية كتيرة وبعرفه أنا قلت الكمية الكبيرة إزاي إن العيان دخل في أورسوستيز البلد بروشير بتاعه ناقص أقل من 20% لما وقف أو البلس بتاعه زاد أكتر من 20 مليمتر ميركوري أو البلس بتاعه زاد أكتر من 10 أو إن هو كان يجيلي البلد بروشير بتاعه واقع تحت المية والبلس بتاعه أكتر من المية من غير ما أنا أوقفه وأعاده يبقى ده معناني فقد كمية كبيرة وعلى طول أعمله فريويد بريساستيشن تاني حاجة إن أنا أعمل للعيان ده هو الكمبيليت بلد كاوت يعني أنا أعمله صورة دم هبص على الهموغلي بالليفل بتاعه أشوفه أخباره إيه؟ هبص على البلدلس بتاعته أخبارها إيه؟ هشوف فيه إنفكشن موجود ولا ما عند العيان ولا لأ؟ أعمل للبرسومبين تايم البرسومبين تايم ده هو عبارة عن حاجة بنقيس بيها الليفر شغاله بيصنع بروسومبين ولا لأ؟ وده عبارة عن واحد من الكواجيوليشن فاكتورز ولو هو أفكتد يبقى العيان مصد اللي عنده ليفر ديزيز أو عنده مشكلة في فيتامين كير فبتدي أتصرب في الحدود ديت ماشي أدي له حاجات فيها كواجيوليشن فاكتورز علشان أوقف البلدلس وعمل للعيان كروس ماتشنج وقلنا كروس ماتشنج ده عشان أعرف البلد جروب بتاع العيان وابتدي أدي له كمية من البلد على الوض اللي فقدوا العيان وبعدين بيقولك ان انت في حالات الامرجنسي ما تستناش نتيجة التحاليل دي ما تستناش تكمبيلية بلد كاونت والبرسومبين حاول ان انت تعمل العيان ريسا ستيشن أول خطوة بسرعة لو جالك العيان هو فقط كمية كبيرة من البلد طيب لو لقيت البرسومبين بتاع العيان أولين أو لقيت البرسومبين بتاعه برولونجد برسومبين تايم برولونجد خلي بالكم في حاجة اسمها برسومبين كونسنتريشن وفي 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 حاجة اسمها برسومبين كونسنتريشن اللي انا بستعوض عليهم الايام دي بال-I-N-R طيب البرسرومبين بتاع العيان هلاقيه ان هو قليل تركيز البرسرومبين عنده قليل لكن البرسرومبين طايم الوقت اللي بياخده جزب عشان يعمل فيه برسرومبين هيبقى كتير خلاص الاثنين دولة يبقوا تياغنوستيك ان العيان عنده مشكلة في الليفر او مشكلة في ويتامين كي لو العيان بياخد أنتكواجولانت زي الوارفرين هبصت لقى ان التكواجولانت دي بتشتغل ضد فيتامين كي بتعمل اكتباع الهري튜� discharge لفيتامينου كي والفيتامين كي ده مهم جدا علشان هو اللي بيعمل فيتامين كي ديبندنțة في الاقلالات يبقى العيان لو بياخد وارفرين هيبقى الفيتامين كي قليل وهيبقى الكواجوليشن فاكتوريز قليل عند العيان ولبي هذا سبب الساعات هلازم ان انا يديلوا كواجوليشن فاكتوريز ادلوا اما فلاش بلادي اما فلاش بلادي. كويس? طيب. او ان العيان عنده نقص فيه البليتلت. بالذات لو البليتلت بتاع العيان اقل من خمسين الف. خلي بالك هو هنا معتمد على ايه? جنرال كوزز دايما انا قلت لكم اللي بتعمل بليدن. اكتر من اللوكل كوزز. طيب لو هو عنده نقص في البليتلت بتاعي اكتر من خمسين الف و جاي بيه اكتب بليدن. يبقى لازم اعمل للعيان بليتلت ترونس فيوجين. يبقى دي جنرال ميجرز انا بعملها العيان اول ما يجي عندي الاستيباد. اعمله فلوة دريف ساستيشن. اعمله شوية انفستيجيشن. اديله كوادوليشن فاكتور صورة فريش فريز فروزين فلازما. او فريش بلاب. او ان انا اعمله بليتلت ترونس فيوجين. طيب. وبعدين قلنا ان انا هديره انترافينوس فلاويتس. علشان اخلي الام بتاعي اللي هارت ريت بتاعي العين ما يزيدش على المية. ولا السستولي بلاد بريشر بتاعي يزيد عن مية. سوري يقلها عن مية. يعني لازم ارفع سستولي بلاد بريشر بتاع العين عن مية. ولازم اقط البلس بتاعي عن مية. ماشي? عشان العين ما يبقاش فيه اورسوستيس. والهموغلبين بتاع العين ارفعه فوق سبعة. لبقى انا بدي بلوت ترونس فيوجين او بدي فليوت ترونس فيوجين. لغاية ما اصلح الهارت ريت. وحصلح السستولي بلوت بريشر. واصلح الهموغلبين بتاع العين. ادي العين البروتون بومب انهيبيتولز. ايه هي البروتون بومب انهيبيتولز دهيت? ودي حاجات المفروض ان هي هتمنع الجستريتز ان هي تبقى موجودة عند العين. طيب. ابتجي بقى بقى عند كده اعمل ايه? ابر اندوستوري. خلاص انا عملت للعين بتاعي. اروح واخده على المناظر. اخده على المناظر اولا الديانوستيك عشان عارف السبب بتاع البليدين. ساليا سيرابيوتك. علشان لو العين دوت عنده بريسية البليدينج. السفجية الفاريسيز. او لو العين دوت عنده جاستريك بليدينج. ابتدي بسرعة ان انا اعمل سكليوسيرابيلي البليدينج دي وانها بحاجات عشان تعمل لها فيبروزيز وسكيبروزيز ده. او ان انا اعمل حاجة اسمها باندلايجيشن كده هو. دول التكنيك. التو تكنيكس اللي بنستخدمهم في الاندوسكوبيلي تريتمنت. لا اما بحق ان ما ده تعمل سكولوروزيز. لا اما بحط رابر باند كده تمسك البلوت فيسل من فوق. فيحصل فيه فيبروزيز. لكن بيقول لك ما تستخدمش النيزو جاستريك تيوب. ما تدخلوش النيزو جاستريك تيوب لانها ممكن تعمل انجري اكتر وممكن تعمل مشاكل اكتر عند العين. طيب. بعد كده بيقول لك فيه حاجات تانية ممكن انا استخدمها العين. فيه حاجة اسمها اكترويد. ماشي. الاكترويد دي حاجات بتعمل زي ساندوستاتين. ده بيعمل لور البورتال بلود بريشر. خلاص. فيه العينين اللي عندهم بورتال هيبرتانشن. نحن. فهيمنع ان هو يزيد البلوت فيلو اللي هو رايح لاللي راجع من في البورتال تراك. وبالتالي الفيريسيز اللي متكونه عشان البلوت بريشر العالي ده. وته هتبتدي ان هي يقل البلوت فيلو اللي رايح فيها. وبيقول لك ان حتى لو العين بتاعك ما عندوش اسايتس انت ممكن تستخدم فيه الاكترين. طيب ايه مشكلة الاسايتس ده؟ الاسايتس ده انديكيشن اللي العين عنده بورتال هيبرتانشن. خلاص. فبيقول لك انت ممكن تستخدم الاكترين حتى لو الاكترويد حتى لو العين ما عندوش بورتال هيبرتانشن. بينفع ان هو يقلل البلوت فيلو اللي هو رايح لكل ال جي اي تي. وبالتالي ان انت بتكسب ان العين بتاعت ما يكملش في البليدنج بتاعه يقف البليدنج. من استخدم انتبيوتك علشان البلاط اللي موجودة في جي اي تي ده هو ممكن ان هو يعمل سيبسز عند العين ويدخله في سيبتيك شوك. فلازم ادي العين اللي هو فيه بليدنج انتبيوتك. من احسن انتبيوتك اللي بتستخدم في الموضوع ده كيفالوس بورينز السيف تريدون اللي هو لونج اكتنج كيفالوس بورين. او سيبرو فلوكسسين ده عبارة عن سيرجي يهيشن كونيلونز. طيب. لو انا عملت اندوسكوب لي العين وعملت باندلايجيشن زي ما انا قلتلك استخدمت رابر باند وقفلت الاندوسكوب من فوق. بس بسيط لقيت ان هو كان العين ده عنده سيبير بورتال هايبرتانشن زي حالات مثلا الهيبات سورة كارسونومة. البورتال هايبرتانشن بيبقى عالي جدا لدرجة حتى لما بيستخدم الباند. العين ما محصلوش استوب لي البليدنجة والاستوفيجية الفاريسيز ده هي بتفتح بعديها. فساعتها اعمل اخر بقى اعمل اخر تريتمنت او اعمل تريتمنت في السيتيوشن ده ايه العين. اعمل له عملية اسمها تيبس او ترانس جيجولر انترهيباتيك بورتوسيستيميك شانت. خلاص؟ الشانت دي عبارة خلت انا حطا لها فيجر بس هي زيال صهر مش موجودة جلوقتي. عبارة عن ايه بالضبط؟ الشانت دي عبارة عن انبوبة بدخلها عن طريق الجيجولر فين وتفضل ماشية لغاية ما توصل لفينز اللي هي كانت موجودة جوة الليفت. فبيربط لك الفينز بتاعة البورتال فينز الانبوبة دي اللي انا بدخلها مع انبوبة صغيرة كده بتعمل connection بين البورتال فينز وبين الهيباتيك فينز. طب وايه فايدة الانبوبة دي؟ هتنقول لك البورتال بلوك من غير ما يعدي على الليفر سنز نفسها ويدخلها على السيستيميك سيركيوليشن. فيقلل لك البورتال في البورتال آرتري خلاص يبقى انا جايبة انبوبة رابر كده كانت لو فيه فجر معايك انا هيوضحها كويس وحطاها بين التروبيوتريز بتاعة البورتال وبين الهيباتيك فينز بعد ما تسيب اللي با. ووظيفتها ايه؟ هتنقل البلوك من البورتال دايريكتري ناحية الهيباتيك فينز لناحية الانفيرور فينكابا. فتخلي كمية البلوك اللي موجودة في الجي اي تي تقل تخلي الاناستموزز اللي كان مفروض معمول والفاريسز اللي كانت معمولة في الجي اي تي ما تبقاش كونجستر بالبلوك. طيب يبقى انا كده بعمل ايه؟ باعدي الحتة بتاعة الهيباتيك سيناسويدز. باعدي الحتة اللي البلوك المفروض ان هو ماشي على الليفر سيلز نفسها. خلاص؟ وبمشيه في مسالك اوسع عشان يوصل ليه السيستيميك سيركيوليشن. لكن مشكلتها لما البلوك ما يعديش على الهيباتيك سيلز ما تبتديش الحاجات التوكسيك اللي موجودة فيه اللي جاية من الجي اي تي تبدأ احصل لها دي توكسيفيكيشن في الليفر. فيدخل العيان ده في سهولة في الهيباتيك انكفالوبسي. يبقى الموستو كومان لونج ترم كومبليكيشن من التبس هو الوارسنينج اوف زهيباتك انكفالوبسي لان كل ده انا بتكلم عن عيان عنده ليفرسل روز و ليفرسل فليور وعنده بورطل هايبر تانشن. اينا عملت عملية كويسة بتريحه شوية ان هو مش بالذات في حالة فليور ان هو يعمل ان الاندوسكوبي تبقى شغالة معاه كويس. او المانوفر اللي انا بعملها في الاندوسكوبي تبقى شغالة معاه كويس بس مشكلته ان هو ممكن يدخل في الهيباتيك انكفالوبسي. بيشرح لك اهو ان التبس ده هي او الترانس جيجولر بورتو سيستيميك جونكشن ده هي تيوب كاستر بنحطها انتوز جيجولر بين وتمشي معاه وبص عليها ريديو جرافي وتمشي في الليفر واعمل بيها شانت بين السيستيميك سيركنوليشن ده اللي هي عبارة عن الهيباتيك فينز وبين البورتال سيركيوليشن سروق البورتال فين. بيقولك التبس دي بتبقى بتحل محل لان انا اعمل افتح واعمل سيرجيكال بليشنط يعني انا ممكن ان انا اعمل شنط كانوا بيعملوها زمان مش عن طريق ان هما بيبصوا بالراديولوجيا ويدخلوها عن طريق جيجولر لا لا عن طريق ان هما يفتحوا ويفتحوا كده ناحية الليفر ويحطوا الشنط نفسها. فالتبس دي حلت محل للموضوع ده. طيب بيقولك خدوا بينا ان الصنجستيكن تيوب او اللي بتسميها بلاك مور تيوب. ماشي مش ان انا عشان اعمل بيها كنا بنستخدمها زمان دي عبارة عن تيوب تلاتة في بعض تلاتة تيوب. تيوب بتدخل فيه القصوفيجس وديوب بتدخل فيه فيه القصطمك. المفروض ان هي فيه واحدة بتدخل فيه النوز. التيوب ده هي يتا بيبقى فيها بالونز. البالون دي بمفخها انا بدخلها من النوز بتاع العيان. وبعمل انجيكشن لصلاين بغاية ما الصلاين دوت يملى الجاستريك بالون ويملى اللي في اخر التيوب ويملى القصوفيجية البالون. لما الصلاين دوت يدخل هعمل بيه كومبريشن على القصوفيجية البريسيز وعلى الجاستريك فياريسيز. طيب هل البلاك مور تيوب ده كنا بنستخدمها زمان اول ما العيان يجي عندي في الاستقبال وعنده البليدين كنت انا بستخدم التيوب ده. هل التيوب دي يتا؟ لسه بتستخدم لغاية دلوقتي؟ قالك لا انت تحول اول ما يجيلك العيان تدخلوا على الاندوسكوبي على طول. خلاص؟ لكن لو انت هتعمل للعيان تيبس او هتعمله سيرجري وتحط له شانت وعايز تحط التيوب ده هي التيمبروري لغاية ما تعمل الابريشن هي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن تستخدم فيها المفروض البلاك مور تيوب. انما انت طالما عندك اندوسكوبي يفضل ان انت تستخدم تستخدم الاندوسكوبي اكتر من انت تستخدم البلاك مور تيوب او التامبونات. ماشي؟ احنا قلنا نستخدم مع العيان ده بروتون بومبي انهيبوتر عشان انا نعج استراية السلة عنده. طيب هل ينفعنا انا استخدم اتش تو بلوكر؟ لا يفضل ان انا مستخدمش الاتش تو بلوكر عند العيانين دولة. خلاص؟ كده خلاص انا هفتح لكم. اول ما استخدمش الاتش تو بلوكر يا دكتورة يعني مش زي البروتون بومبي انهيبوتر بورتون؟ البروتون بومبي انهيبوتر دول سيف اكتر ميدخلوش لان هو الاتش تو بلوكر بتقضي على الاسيديت بتاعة الوستومك خالص بتخليها عرضة للانفكشن. اكتر. فيفضل في الحالات دي ان انا استخدم البروتون بومب سيف اكتر وكمان لو العيان عنده ببتك انصر البروتون بومب هتبقى اسرع في الهيلينج بتاعه. ماشي؟ طيب عادي تقوله اي حاجة تانية؟ انا عندي سؤال تاني والفستي لايها ما بين الانفستي وبين الارتا. هل تحيا كومان ان انا هشوفه يعني مش مفهود بالحصل؟ لا لا بس البلينجي يجي متاحه بيبقى سيفير بلينج. انت عارف الاابدومينا الاورتك انيوريثم اللي بيجي يعني مثلا بيبقى ممكن يجيب يعني يعرف وفي الالد ايجعل اخر بس هو بس علشان بيبقى في حد عايزة انما اكتر الانيوريزم يفارق عميش يعمل على فيستولا ده الكمان اكتر بس بيبقى فيتل زي ما انا بقول لك ما قدر الله في حد عايزة اسأل حاجة تانية طيب بكده انتهت المحاضرة تانكيو ولو في اي حاجة ممكن انتوا عايزة تسألوني في ان شاء الله في الراوندات بتاع يوم الاثنين سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة